بيان مشترك أصدرته كل من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة حول الوضع الإنساني في اليمن معربين عن قلقهم حول الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب ما وصفوه بالتصعيد الحوثي ورفض وقف إطلاق النار سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والقائم بأعمال سفرة الولايات المتحدة لدى اليمن التقوا الثلاثاء وأعربوا في البيان عن قلقهم العميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب البيان شدد على ضرورة وقف فوريا لإطلاق النار خاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة لاستمرار القتال كما أدانا هجمت الحوثيين العابرة للحدود إلى السعودية واستهدافهم للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية سفراء الدول الأربع رحبوا بالجهود التي بذلت مؤخرا لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياضة كما رحبوا بإسهام السعودية والإمارات في هذا المجال مؤكدين على حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معا لدعم الحكومة اليمنية وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح وفقا للبيان الدول الأربع عبرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرغ وعلى التزامها بحل سياسيا شامل لإنهاء الصراع اليمنية اشتركوا في القناة